اشتركوا في القناة صلى الله عليك سيدي وعلى ابنتك المظلومة الشهيدة فاطمة الزهرة سلام الله عليكم سادتي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتوا أيهم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوزا فوزا عظيما سالفاطمن 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 عن نكس عهد محمد فيها بظلم مثله يوم لم يُعهد سالفاطمن سالفاطمن عن دمعها المنهل من أجراه من ذوب الفؤاد سالفاطمن سالفاطمن عن دمعها المنهل من أجراه من ذوب الفؤاد سالفاطمن مكمدي مكمدي سالفاطمن عن نوحها ونحيبها عن حزنها سالفاطمن عن سقمها المتجددين سالفاطمن سالفاطمن عن ضربها يا بسياطهم عين المواسون سالفاطمن 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 عن ضربها يا بسياطهم حتى غدت مثل الدمى عن ضربها يا لدو يا رسيا يا يولا يا رسياط يا ون..., يا طريق يا لدي سلفاط من عن ضلعها من غاله كسرا ملغى له كسرا برد الباب بعد تهدد سلفاط من عن ضربها سلفاط من سلا عن السوت الذي قد راعها وعن الجنين وقرطها المتباية وبعد ماذا نسأل فاطمة يقول سلفاط من عن قبرها عن دفنها سرا بظلمة جنح ليل أربدي سلها عن المولى التقي ملببا بن جاده وعليا سلها عن المولى التقي ملببا بن جاده مستنجدان لم ينجد المصيب العبيد لما نرد عليها غدب السوي ويواط يضرب لطيف في مدينة ويوجد من تقي ملببا عذبها دارها بعد كسر الظلع لما نعصرها أيوة فاطمتاه وسيدتاه ومصيبتاه أوليش كثير عذبها دارها بعد كسر الظلع لما نعصرها عصرها تجرى وعا الوجه بيد سطر عذرا سيدة أنا تجرى تجرى وعا الوجه بيد سطر يا رأيت الصاب هاد شلاها يا آوات يمينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجع قال المولى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الآية المباركة تتحدث عن مرحلة من مراحل النبي إبراهيم الخليل عليه السلام وهذه المرحلة حقيقة هي في أواخر عمر إبراهيم يعني نهاية حياته تقريبا المرحلة الأخيرة من عمر إبراهيم سلام الله تعالى عليه الآية هذا المقطع من عته يتحدث عن هذا التجلي وعن هذا الابتلاء الذي ابتلي به إبراهيم عليه السلام حيث أننا نجد في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما فلما جعله إماما عظمت في عين إبراهيم فقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين إذن هذه المرحلة هي في أواخر حياة إبراهيم الخليل عليه السلام اللي هي مرحلة أنه جعل إماما للناس حديثنا هذه الليلة أيها الكرام يعني نحاول أن نتعرض إلى مقطعين من الآية المقطع الأول الذي يتعرض إلى قضية الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما أولا إنه نتحدث في الكلمات والآراء التفسيرية إنه التي ذكرت في هذه الكلمات وما هي هذه الكلمات وثانيا علاقة هذه الكلمات بالإماما ليش؟ لأنه الآية تتحدث أتمهن كلمات أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فهنالك ربط وثيق شديد بين الكلمات وبين الإمامة أيها الكرام يحدد السياق ويحدد مضمون الآية المباركة ولكننا لا نستطيع أن نفهم هذا الربط إلا أن نتأمل ونتدبر في مفردات القرآن ومفردات الآية تحديدا أولا خلنا نبدأ بالكلمات ما هي الكلمات التي تُلِي بها إبراهيم هذا السؤال طرحه كثير من المفسرين وحقيقةً اختلفت آراء المفسرين حول هذه الكلمات التي ابتُلِي بها إبراهيم مثلاً قالوا أن هذه الكلمات من الآراء التي ذُكرت ذهنك يمي قالوا أنه من الآراء التي ذُكرت أن هذه الكلمات هي الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على إبراهيم هذا الرأي الرأي الآخر أن هذه الكلمات هي نبأ وخبر ذبح ابنه إسماعيل أيضاً وقالوا أيضاً أن هذه الكلمات هي أحكام الطهارة أحكام الطهارة التي علمها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم الخليل وأيضاً آراء أخرى لكن كل الآراء تقريباً مجمل أو أعظم أو أكثر الآراء تتحدث عن تعاليم معينة عن تعاليم معينة الله سبحانه وتعالى علمها إبراهيم شنو الإشكال على هذا الفهم؟ أكو إشكال على هذا الفهم شنو الإشكال؟ الإشكال أولاً أنه هذا الفهم يعني ما إلى أثر الدليل من الآية نفسها من نفس النص ما عندنا دليل ما عندنا دليل يعني الآية تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني كلمات نكرة مفردة نكرة غير معرفة ولا توجد هناك إشارات إلى أن مثلاً هذه الكلمات هي خبر نبئي مثلاً ذبح إسماعيل أو أن هذه الكلمات هي أحكام الطهارة أو أن هذه الكلمات هي الشريعة التي نزلت على إبراهيم عليه السلام هذا الإشكال الأول ثانياً الإشكال الثاني أن قلنا أن هذا الإبتلاء هذا الإبتلاء وهذه المرحلة التي وصل بها إبراهيم إلى جعله بالإمامة هذه كانت تقريباً آخر حياته يعني في أخريات حياته يعني إبراهيم كان نبياً وكان رسولاً بعدياً ارتقى إلى مسألة الإمامة بحيث أنه يوحى إليه الله أوحى إليه يوحي إليه تلا إبراهيم ربه بكلم فأتمهن إلى آخره إذن هو نبي ثالثاً أيها الكرام والإشكال الأهم اللي أجد شوي ذهن كمي جزاك الله خير الجزاء ثالثاً والأهم الآية المباركة لم تقل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلام نبتقل بكلام يعني نبأ ذبح إسماعيل كلام إذا أخبره بذلك كلام أحكام الطهارة كلام الشريعة تعاليم الشريعة كلها كل تعاليم الشريعة كلام الآية لم تقل كلام ولم تقل كلم بل قالت كلمات إهنا تسألني وما الفرق بين الكلام والكلمات لك الحق أن تسألني وما الفرق بين الكلام والكلمات حيث أن الآية لو قالت وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلام لفترقت واختلفت عن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما الفرق بينهما الفرق أيها الكرام إذا نرجع مثل أنا وياك اليوم للمعاجم نرجع إلى كتب النحو وكتب اللغة قد لا نرى فرقا بين الكلام والكلمات لا نرى فرقا لا نرى فرقا واضحا بين الكلام والكلمات بينما إذا رجعنا إلى النص القرآن وتعملنا قليلا قد نجد فتحا آخر قد نجد فهما آخر قد نجد مفتاحا آخر لفهم الدلالة كلمات شنو مفردته وشنو فرقها على الكلام في القرآن الكريم الكلام في القرآن الكريم أيها الكرام أو الكلم إذا ترجع لكتاب الله تجد أن الكلمة في القرآن عرضة للتحريف يعني حتى كلام الله ممكن أن يحرف ممكن أن يبدل ممكن أن يغير صحيح لو لا عندنا التوراة بدلت وحرفت عندنا الإنجيل وهو كتاب الله وكلام الله حرفه وبدل هذا ما نعتقد به يعني الإنجيل اليوم الذي عندنا اليوم العهد الجديد أو العهد القديم مو نفساً لأنه نزل على قلب موسى أو نفساً لأنه نزل على قلب عيسى صارت بإضافات وتعديلات وتغيير وتحريف والقرآن أنبأنا عن ذلك قال يحرفون الكلمة عن مواضعه وآية أخرى قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه إذن الكلام نستطيع أن نحرف كلام الله وقد حرف فعلاً حرف كلام الله محرف حرف توراة الإنجيل واضح أيها الكرام إذن كلام الله يبدل يغير وعرضة للتحريف أما كلمات الله إذا ترجع للقرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل إلماً لكلام الله لو لكلمات الله أحسنتم لا تبديل لكلمات الله مو لكلام الله كلام الله ممكن أن يبدل أن يؤتى بغيره أن يغير أما كلمات الله القرآن يقول لا تبديل لكلمات الله بعد آية أخرى يخبرنا أيضاً يقول لا مبدل لكلمات الله مر لا تبديل مطلق التبديل ممنوع على كلمات الله واضح؟ ومرة لا مُبدِّل مُبدِّل يسم فاعل يعني لا مُبدِّل ماكُ واحد عند إمكانية أن يُبدِّل كلمةً واحدةً من كلمات الله ماكُ واحد في الكون إلا الله طبعاً ماكُ مخلوق في الكون يستطيع أن يُبدِّل كلمةً واحدةً من كلمات الله ولكنه يستطيع أن يُبدِّل ماذا؟ كلام الله يستطيع أن يُبدِّل كلام الله أما كلمات الله لا تُبدِّل ولذلك قال شنو لا مبدلة وقال لا تبديل لكلمات الله هل سنشوف بعد الفرق الآخر الفرق الآخر كلام الله هو الحق كلام الله القرآن توراة الإنجيل حق كلمات الله شنو دورها دورها تأتي في القرآن الكريم يقول ليحق الحق بماذا بكلمات مو بكلامه بكلماته وليس بكلامه قال ليحق الحق يعني إنزال الحق عملية تطبيق الحق على أرض الواقع عدنا الحق مثلا نص اليوم القرآن مثلا يخبرنا عن نص مثلا في حياتنا في أرض الواقع فرد حكم من الأحكام فرد حد من الحدود هذا يبقى نص يبقى حبيس بين ماذا بين جلدين هذا النص الذي هو حبيس بين جلدين هذا يجب أن يطبق على أرض الواقع وهذه هي العملية عملية إحقاق الحق يعني إنزال الحق من عالم المفاهيم إلى عالم المصاديق إلى أرض الواقع إلى أرض التطبيق فبماذا يطبق الله هذه القوانين بماذا يطبقه يطبق كلامه يطبقه بكلماته يريد الله أن يحق الحق بمن بكلماته وليس بكلامه وأضح هذا فرق آخر هل سنسأل سؤال الكلمات شنو مفردها هذا جمع كلمات جمع مفردها ماذا صلوا على محمد وعلم مفرد الكلمات ماذا كلمة صحيح القرآن استعمل هاي المفردة هاي المفردة اللي هي وحدة من المفردات كلمات استعملها في معنى آخر ولا ولم يرد بها مثلا كلمة بمعنى مفردة الآن نفهم أنا وياك من كلمة حينما نقوله مثلا كلمة نفهم من عندها مفردة أو خطبة مثلا ألقى كلمة مثلا عصمة أو هذه كلمة مستهجنة أي مفردة واضح هذا المعنى أنا وياك لكن القرآن استعملها استعمال آخر انطان دلالة أخرى فتح إنا أبواب أخرى وين ولذلك على مدن نفهم هل سرح نفهم القرآن يتحدث عن أشخاص بعينهم يسميهم كلمات ويسميهم كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا عيسى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بماذا بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ويتحدث عن يحيى أيضا وقال ومصدقا بكلمة أي بعيسى عليه السلام إذن إهنان أنا وياك القرآن استعمل مفردة كلمة وأراد بها شخصا بعينه شخصا بحياله وهو كلمة من كلمات الله الذي هو النبي الله عيسى عليه السلام ولذلك أنا وياك نفهم الآن نفهم الآن إنه لماذا لا نستطيع أن نبدل كلمات الله ليش لأنها شخص هل يستطيع أحد في الكون أن يبدل عيسى بآخر؟ هل يستطيع أحد في الكون أن يبدل محمدا بآخر؟ أن يبدل علي بآخر؟ ما يستطيع ليش لأنه كلمة من كلمات الله ولذلك أيضا أيها الكرام نفهم عملية إحقاق الحق أي تطبيق الحق وإنزال الحق على أرض الواقع لا يتم إلا من خلال هذه الكلمات التي هي عدل الكلام عدل كلام الله كلماته عدل كلام الله كلماته ولذلك ورد النص الذي أجمع المسلمون على نقله إني مخلف فيكم الثقلين ماذا؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي بعبارة أخرى وفق بحثنا أنا وياك اليوم كلام الله وكلمات الله على مد إحقاق الحق يتم هذه الكلمات إذن أيها الكرام نفهم أنا وياك الآن من هذه المفردة إنه الكلمة هي مفردة كلمات والكلمات شخوص والكلمات شخوص ولذلك لا تبدل ولا تغير من إجاو للنبي قال له وليا رسول الله بالقرآن إن الذي نعراجه لقاءنا قال ائتي بقرآن غير هذا أو بدله ائتي بقرآن غير هذا أو بدله أسأل معنى طويل ما أرى أحب أختصره حتى ما يطيني من المقام إنه بالرواية إنه عدن إشكال إشكال لغوي نطيف ائتي بقرآن غير هذا أو بدله هذا طلب قدموه للنبي يوم من الأيام دولا جماعت قال له لأئما أنت عندك خيارين لو تأتي بغير هذا القرآن أو تبدله تبدله الرأي التفسير الشائع إنه بدله هاي الهاء هذا الضمير هذا الضمير ائتي بقرآن غير هذا أو بدله هذا الهاء المشهور عند الناس عند بعض المفسرين هاي الهاء عائدة على القرآن هذا الضمير عائد على القرآن يعني المعنى شون يكون يعني يكون ائتي بقرآن غير هذا أو بدل القرآن ائتي بقرآن غير هذا أو بدل القرآن هنا المعنى قد يكون إنه مستهجن لأن هذا الطلب مكرر صار أنت من قلت غيره بدله صحيح؟ ائتي بقرآن غير هذا أو انتهت القضية إذا كان الكلام عن القرآن أو بدله هاي الضمير نرجع للرواية رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول هاي الهاء ما راجع للقرآن لأنهم أساساً قالوا لأئتي بقرآن غير هذا فما يحتاج بعد يطلبون طلب آخر أو يبدله يقول هذه عائدة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قالوا للنبي ائتي بقرآن غير هذا الذي ينصب علي أو تبدل علي عندك خيار فلو تجيب إنه غير هذا القرآن الذي ينص على ولاية أمير المؤمنين أو تبدل علي وحده إنه خيار واحد من اثنين لود تشيل هذا القرآن لود فبالنتيجة الشاهد القرآن شنو أجابهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي النبي يقول فبالنتيجة حتى النبي ما يقدر يبدل كلمات الله حتى النبي ليس من صلاحياته أن يبدل كلمة من كلمات الله عز وجل واضح يا الكرام هذا نفهم الآن الآن فتحنا هل فهم هذا على مدن اقترب أنا وأنت من فهم الآية المباركة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلاه بكلمات الآن من نرجع للأثر ونرجع للرواية من استهجن أنا قد يستهجن البعض قد يستثق للبعض يقول الشيعة أنتم مثلا ما تخلون شيء في القرآن إلا ودفعتوا لآل محمد وآل البيت لكن الحقيقة معتباطا إحنا هذا الفهم ينسجم مع كتاب الله ينسجم مع القرآن الكريم مع روح القرآن الكريم مع نص القرآن الكريم نرجع للرواية أنا هناك في تفسير الزرهان مثلا عن أبي عبد الله الصادق أو الباقر وكلهم نور واحد أن هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم هو أنه ابتلاه بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ما تخصده على محمد وعلي محمد حس هذا المعنى الروائي وفق الفهم القرآن هذا يتناسق ويتطابق مع الفهم القرآن لأن قلنا أن الكلمات شخوص الرواية عبر قال لهاي نفسهم ذول الشخوص نفس هاي الكلمات اللي الله ابتلى إبراهيم بها هي نفسها الكلمات التي توسل بها آدم الآيات في سورة البقرة على ما أظن إنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال لنفسهم الكلمات اللي توسل بها آدم الله ابتلى بها إبراهيم هاي الكلمات دول الشخوص واضح فبالنتيجة أيها الكرام هذا المعنى الأول خلينا نشوف علاقتها هذا المعنى الأول إن شاء الله ثبت في الأذهان اللي هو الكلمات أنها شخوص وكذا وكذا الآن واضح جدا علاقتها بيما بالإمامة وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة هنا أنا خلنتوقف عند موضوع الإمامة اللي هو الشطر الآخر من البحث وإن شاء الله نحاول أن نختصر حتى لا نطيل على حضراتكم إنه موضوع الإمامة وفقا أيضا للنص القرآني يعني إحنا الإمامة هذا الموضوع أشبع بحثا وإنه يعني الحمد لله أنه نتكلم كثيرا أنه محاضرات وأبحاث وخطب ومؤلفات حول موضوع الإمامة فقد أنه من الصعب أن يؤتى بجديد أو أن يتناول هذا الموضوع تناولا مختلفا لكن هذه الليلة باعتبار أنه المناسبة والفائدة إن شاء الله أنه نحاول أن نقارب هذا الموضوع موضوع الإمامة من خلال القرآن الكريم شوي بعمق بعد الصلاة على محمد وآل وآل محمد الله وصلي على محمد وآل محمد أولا السؤال الأول ما هي الإمامة ما هي الإمامة إني جاعلك للناس إماما ما هي الإمامة عرفها المسلمون عرف الإمامة المسلمون حيث قالوا مثلا أنه تعريف الجويني إمام الحرمين أو في كتاب العقائد النسفية للنسف أيضا وكذلك ابن خلدون تقريبا تقاربوا في المعنى اختلفوا في اللفظ وتقاربوا في المعنى في تعريف الإمامة هل نقدر نصيغب هالصياغ هذه قالوا أن الإمامة أن الإمامة هي خلافة هي خلافة عن صاحب الشرع هي خلافة عن صاحب الشرع في أمور الدين وسياسة الدنيا هي خلافة عن صاحب الشرع أي النبي الأكرم خلاف استخلاف وهذه الهشطرين في أمور الدين وكذلك سياسة الدنيا يعني الإمام الذي يكون إماما للناس يعني يكون مرجعية دينية وأيضا سياسية لهم هذا المعنى في كتبنا أيضا عرفت الإمامة بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا يعني مرجعية الأمة هذا الإمام الذي هو يخلف يخلف النبي الأكرم الذي هو صاحب الشرع أو الله سبحانه وتعالى هو صاحب الشرع الذي يكون خليفة للنبي الأكرم هذا يكون رئيسا للأمة ومرجعا للأمة في أمور دينها ودنياها هذه الإمامة تقريبا متفقين نفس التعريف نفس التعريف تقريبا هذا قال إنه خلافة عامة عن صاحب الشرع وهنا قلنا أنها رئاسة عامة أيضا في أمور الدين خلافة للنبي صلى الله عليه وآله وين الفرق الآن قد يسأل سائل إذا كان الأمر كذلك والتعريفان تقريبا متطابقان أين اختلف المسلمون وين اختلفوا اختلفوا بهذه القضية قالوا أن الإمام اللي هو يخلف النبي هل إنه هذا الإمام يكون منصبا مجعولا من قبل الله عز وجل أم من قبل الناس بعبارة أخرى الله هو الذي ينتخب الإمام لو الناس هي التي تنتخب الإمام الله يعين إماما للناس لو آن وياك ننتخب إماما فافترق المسلمون قلنا نحن قلنا أن الإمامة لا تكون إلا بالنص والجعل الإلهي وقال الآخرون أن الإمامة ليست بالنصب البشورى واستدلوا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم وهذا هنا أنا علي إشكال هل سريد ناقش هذن هذن فروقات الناقش من حيث القرآن الكريم نقترب أنا وياك من حيث القرآن الكريم أولا استدلال بأنه آية وأمرهم شورى بينهم يعني واحد من الأدلة هذا حتى ما نجح في الآخر واحد من الأدلة أنه القرآنية قالوا وأمرهم شورى بينهم ولم تقل أن مثلا أن الأمر شورى قالت وأمرهم أنا وياك نسأل القرآن عربي بين واضح يعني هل الإمامة اللي هي قيادة عامة وخلافة عن النبي الأكرم وقيادة الأمة هاي الإمامة هل هي من أمرهم يعني مشمولة وفقد ضمن مفردة وأمرهم مثلا مشمولة داخلة ضمن أمرهم ما الدليل على ذلك بالعكس إذا نروح للقرآن الكريم نجد أن مفردة الأمر بالألف واللام وليس المنكرة أو النكرة حيث أن الآية الأولى التي استدلوا بها ماذا تقول تقول وأمره وليس الأمر القرآن مرة يتحدث عن أمره أكو قضايا خصمهم هذا أمره ومرة لا يتحدث عن الأمر عن الأمر ارجع للقرآن من الحمد إلى الناس لا تجد أن الأمر للناس مطلقا بل أن الأمر كله لله من الحمد إلى الناس الأمر بالألف واللام المعهودة واضح؟ الأمر كله لله عز وجل حتى قضية قيادة الجيش قيادة الجيش وحدة من معارك المسلمين يتحدث عن جماعة من أصحاب النبي القرآن هذه ليست رواية وتقول لي سنة ضعيفة أو مكذوبة أو من مكذوبات أو من كتب لا هذه آية نص قرآني قطعي الصدور تتحدث عن جماعة من أصحاب النبي الأكرم قال إنه يصفهم القرآن قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية شنو ظن الجاهلية هنا راح أفتح قوس يفتح يكشف الظن مالتهم في لحظة المعركة ساحة معركة كانت وهذا ولا رادوا شيء معين القرآن كشفهم للنبي قال يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية يقولون هنا هذا الظن يقولون هل لنا من الأمر من شيء هذه الأمر قيادة الأمة وقيادة الناس هل لنا من الأمر من شيء يأت الرد القرآن يقول إن الأمر كله لله لا يبيد واحد ولا يبيد الله سبحانه وتعالى يعبر في آية أخرى إنه الله ما كان لهم الخيارة هذه آية آية أخرى والله يخلق ما يشاء ويختار إذن هذا الرد على عجالة إنه على قضية وأمرهم وفرقنا بين أمرهم اللي هي نكرة مفردة منكرة معرفة بالضمير وبين الأمر اللي هو بالألف والأم والآيات طويلة لا نستطيع أن نستعرض كل الآيات والمصادف هذا واحد ثانيا القضية إنه الجعل على ما يكون ذهنك يعني ما نضيع وين سؤال نحن قلنا في ترقوا المسلمين الإمام هذا الله ينصب الإمام لو أنا وياك ننتخب الإمام هنا أختلفوا المسلمون صحيح؟ هنا جاين جاو إذن القضية الأخرى نقطة الأخرى إذا رجعنا للقرآن ورجعنا للتعريف اللي عرفوا به شنو قالوا؟ قالوا أن الإمامة هي رئاسة عامة هي خلافة عامة قيادة عامة للأمة من بعد النبي الأكرم قيادة للأمة تتعلق بقيادة الأمور الدينية وكذلك الأمور الدنيوية يعني الأمور السياسية بيد الإمام والأمور الدينية بيد الإمام مرجعيتنا بالدين لنرجع للإمام مرجعيتنا بالسياسة بالقيادة السياسية لنرجع للإمام وهذا اتفق عليه المسلمون يعني تقوم الإمامة على ركنين ركن الملك وركن الخلافة ركن الملك وركن الخلافة زيناء أنا ويعاك نرجع للقرآن باعتبار نص يوحدنا كأمة نص أنه حج علينا أنا والآخر أنا والمدرسة الأخرى حج للقرآن ثلناتنا حجة ثلناتنا نؤمن بقدسية القرآن القرآن الكريم على مدى نفتش نبحث عن الحق قضية الملك وقضية الخلافة في القرآن الكريم هل هي بيد الناس أم بيد الله على مدى الحق أننا فيصل للموضوع ونكون موضوعين نحن جاينا نتحدث أنه ما أن علاقة إذا الدين قد يستغل في بعض الأطراف آيدولوجيا أو سياسيا نسولف عن الدليل عن الدليل وعن من يبحث عن الحق وعن الدليل هذا منطقنا وهذا حديث واضح فنرجع أولا للملك أنضي مثال واحد فقط قضية الملك اللي هو الركن الأول من أركان الإمامة قضية الملك يوم من الأيام بنوا إسرائيل لما كانوا تحت الضغط وتحت الاضطهاد ومنطردوا من بيوتهم ومن من منازلهم يجوا لأنبياء واحد من أنبياءهم قال له لا أريدك تدعو الله أن يبعث لنا ملكا ملك هذا الركن الأول من أركان الإمامة إن شاء الله ويا أنت الركن الأول من أركان الإمامة الملك قلنا الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا الملك فيجو هذا ونقدمه للنبي مالتهم قال له لنريدك تدعو الله أن يبعث لنا ملكا أن يقودنا ملكا ثم ننتصر ندافع عن أبنائنا عن نسانا عن أموالنا عن أراضينا التي انتهبت من هؤلاء العماليق هؤلاء الجبابر الذين أخرجونا من ديارنا فشكان ظنهم كان ظنهم أن هذا الملك هذا النبي أو الله حين يبعثوا من خلالهم وهم من ينتخبولهم نزلت الآيات بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ياه اللي بعث الله لهم من تخبو الله هو الذي بعث إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وطالوت اعترضوا عنه اعترضوا بنوا إسرائيل قالوا لقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال طالوت هذا رجل شاب كان يعيش بأطراف صحيح هو من بني إسرائيل من بطونهم ولكن من البويتات البسيطة الفقيرة المسكينة وكان يعيش بأطراف المدينة وكان راعي وما عند فرد مكانة اجتماعية مثل هذول اللي قدموا الطلب الذول التجار وهذول الكبار ومنهم علماء ومنهم وجهاء أمة فكانوا يظنون هما يختارهم ملك فاعترضوا من الله سبحانه وتعالى عين أو بعث أو نصب عليهم طالوت ملكاً طالوت من وعلم أن يصير ملك أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال هذا رجل فقير شون يصير ملك علينا وإحنا التجار إحنا أصحاب الأموال إحنا كذا كذا يأت الرد القرآني بالمقاييس القرآنية بالمقاييس الربانية بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قضية اصطفاء قضية مياكم لأنتم ما تظنون مصلحتكم أنتم ما تعرفون صلوا على محمد وآل م اللهم يا أهلم أنتم ما تعرفون مصلحتكم أنتم من تنتخبون عادةً ما تعرفون مصلحتكم ما تعرفون مصلحتكم وين فتنتخبون إنه بعض الشخصيات ويتظنون أن هؤلاء صالحين أن هؤلاء صالحين لكن بالنتيجة ما عادكم أعلم ولذلك أمر الإمام قيادة الأمة السياسية اللي يتعلق بالملك يبيد الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ليش أولاً في الجسم معروف القضية على متقائد قوي مو قائد إنه ضعيف ما يصير إنه قائد وضعيف ما يصير لازم قوة بدنية عنده لازم عنده ثبات لازم عنده تجلد عنده صلابة عنده شجاعة بالرأي عنده شجاعة موقف على مدقود الأمة الجبان أجلكم الله لا يقود أمة الجبناء لا يقودون الأمم شجعان هم يقودون الأمم الأقوياء هم يقودون الأمم إلى بر النجاة لا تجيب جبان إنه يقود أمة هذا يكسر الأمة هذا يفلش إنه مصير الأمة ما يخلي الهقيمة قدام الأمم فبالنتيجة لا بد أن يكون قوياً أن يكون شجاعاً أن يكون ذا رأي أن يكون ذا حسم هذا واحد ثانياً عند علم مو جاهل مو جاهل أجلكم الله مو إنسان جاهل ما عنده إحاطة ما عنده دراية بالذي يجريه عنده علم سواء علم من الله أو علم بأمور الدنيا عالم يفتهم ولذلك إذا ترجع للقصة نفس قصة طالوت وجالوت إنه بعد آيتيين ثلاثة يتحدث إنه بدء المسير وشكل طالوت شكل الجيش مالته وراح وطلع ووصل إلى نهر لو لم يكن طالوت عالماً ربانياً لما عرف موضع الإبتلاء قال إن الله مبتليكم بنهر إذا كان إنسان عادي وما عنده علم رباني شون يعرف موضع الإبتلاء والابتلاءات كثيرة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون فبالنتيجة تحتاج إلى قائد رباني عند اتصال بالسماء عند رؤية سماوية عند عين ربانية تعرف مواضع الإبتلاء وين ولذلك لما نوصلوا إلى ذلك النهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شريب منه فليس مني إلى آخر الآيات المباركات وبعدين النصر حليفة فقتل داود جالوت إلى آخرها ورجعوا بنوا إسرائيل إلى ديارهم وتكللوا بالنصر ليش لأن المعادلة قضية الملك هي بيد الله تنصيب الملك القائد بيد الله هذا الركن الأول على عجالة مثال واحد فقط انطيت وللقرآن مليء بالأمثلة لكن إحنا بما يناسب المقام بما يناسب المقام هذا واحد القضية الركن الآخر كما قلنا أنه قلنا أن للإمامة أن للإمامة شنو ركنين الملك والخلافة الملك ثبتنا اصطفاء من الله وبعث من الله عز وجل بقية الخلافة قضية الاستخلاف في أمور الدين أم ارجع للقرآن الكريم واجعله فيصلا بيننا هل تجد أن خليفة من خلفاء الله عز وجل نصبه أناس أو نصبته أمة استحيل ما كروح أقرأ القرآن من الحمد إلى الناس ما مثال مثلا داوود داوود النبي يا داوود إنا جعلناك شنو خليفة إنا جعلناك أنا جعلك إمام مو الناس جعلك إمام أنا جعلتك إماما إنا جعلناك خليفة للناس فاحكم بين الناس بالحق حكم بين الناس بالحق أنت خليفة مجعول من قبل الله عز وجل موسى عليه السلام لما نراح يكلم ربه قال يا هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين واضح؟ إذا قضية الخلافة وين؟ قضية أنه جعل من الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا إني جاعل في الأرض خليفة فبالنتيجة إحنا وين؟ إحنا خليناكون موضوعين شوي القضية إنه وين بالقرآن أن أمة تنصب مثلا إماما أو تنصب ملكا أو تنصب خليفة أو الله سبحانه وتعالى أقرها دلونا على أمة من الأمم والله أقر ذلك الاستخلاف ليش بس أمة النبي نجي إحنا نقول يا بلى قضية الإمامة اللي هي من أخطر أمور الدين من أخطر أمور قيادة 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 موس أهل القضية نجي أنا وياك نجي من دون الأمم التي قصها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه نأتي ونقول أن أمة الإسلام هي فقط مستثنات في قضية مثلا قضية القيادة والإمامة لا هم ينتخبون براحتهم يشوفون الأنساب ويشوفون الأصلح وينتخبونهم رجل من بيناتهم ويقود الأمة وانتهت القضية ليش هذا مو خلاف القرآن مو خلاف محكمات القرآن فبالنتيجة أرجع على بحثي حتى ما أطول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما يعني الناس خلوا له الله هو الذي جعله الله هو الذي جعله إني جاعلك مثل ما ثبت أنه عندنا الملك من الله والخلاف من الله ركنا الإمام قاما جعلوا من الله ولذلك إني جاعلك للناس إماما ولذلك يدعون ربهم عباد الرحمن ماذا يقولون وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاما إِجْعَلْنَا وَيَقُولُ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إذا القضية جعل رباني جعل إلهي أيها الكرام هذه الآية المباركة هذه الآية اللي هو الابتلاء الرباني أو علاقته بالإمامة والكلمات وعلاقها بالإمامة كنت يوم من الأيام أتصفح في كتاب العهد القديم أي التوراة هكذا صدفة أتصفح بعض الأحياء أتصفح في سفر التكوين سفر التكوين سفر التكوين أول أسفار العهد القديم أول سفر بالعهد القديم يعني بداية الخلق فأثناء القراءة في المقطع أتذكر في المقطع في الإصحاح العشرين في الإصحاح رقم عشرين في المقطع السابع عشر لإصحاح عشرين المقطع سبع عشر يعني الآية سبع عشر التعبيرني على متوصل الفكرة من الإصحاح العشرين أظن والله العالم أنا لست متخصصاً بمقارنة الأديانة أو مقارنة نصوص الدينية مع بعضها لكن هكذا ورد إلى ذهني أنه لا لك علاقة بين هذا النص الذي سوف أتله على مسامعكم وبين هذه الآية المباركة اللي هي ابتلاء إبراهيم وكلماته وإمامه هل معنى هذا؟ تلقى بسفر التكوين تروح إذا ترجع تجد أن الله سبحانه وتعالى أيضاً يخاطب إبراهيم في نهاية حياته ماذا قال له؟ قال وأما إسماعيل طبعاً اسم إبرام في التوراة اسمه إبرام وليس إبراهيم إبرام فيخاطب الله إبرام في ذلك النص يخبره عن إسماعيل عن ابنه إسماعيل قال وأما إسماعيل يعني هو انتهى من إسحاق بعدين يخبره عن ابنه إسماعيل اللي هو جد النبي إسماعيل ابن إبراهيم قال وأما إسماعيل فها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً هذه عبارة التوراة ركيكة اللي يعني هو متعمدين هكذا صيغين في الطريقة هذه وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه وَهَا أَنَا أُبَارِكُهُ وأُثْمِرُهُ وأُكَثِّرُهُ كثيراً جداً اثني عشر رئيساً يلد اثني عشر رئيساً يلد هسه رئيس مفردت أول شيء هذا الرقم هذا مو غريب علينا الرقم اثنى عشر رئيس ومن أبناء إسماعيل ومفردت رئيس إذا نرجع إنه الله العالم شنوش ترجموها من العبرية إلى السريانية ما أدري إلا الإنجليزية وبعدين للعربية أصل المفردة شنو ما ندني فعلاً كانت رئيس لو كانت بيها معنى آخر معنى آخر لأن هي نفس المعنى تقريباً قلنا أن الإمامة هي رئاسة فقد يكون أن النص اثني عشر إماماً يلد ربما لا نعلم فأكو علاقة نقول ربما أن هناك علاقة بين النصين بين النص القرآني وبين النص التوراة وكلاهما كلام الله صحيح أنه بعض التحريفات صارت بالتوراة إلى آخره لكن تبقى هنا وهناك تجد أنه بعض كلمة تجده تجده هل سنختصر المقال أيها الكرام نجميله نقول أن الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم ابتلى إبراهيم بابتلاء عظيم بهذه الكلمات العظيمة ومن ثم بعد هذا الابتلاء جعله للناس إماماً اللي هي قيادة الأمة ولذلك سيدتنا الزهراء سلام الله تعالى عليها لما خرجت مدافعة عن الإمامة لما خرجت مدافعة عن الإمامة تتحدث مع الأمة تنطيهم فلسفة إنه الله سبحانه وتعالى لماذا جعل إمامة في الأمة ليش أقول قالت سلام الله عليها وجعل إمام أو طاعتنا وجعل طاعتنا نظاماً للملة نظام صير أمة منظمة ومو عشوائية مو بعضها يكفر بعضاً وبعضها يفسق بعضاً وبعضها يكفر بعضاً وبعضها يقتل بعضاً طاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا أماناً من الفرقة أماناً من الفرقة لكن اتقلهم أنتم للأسف أي الأمة التي خلفت النبي أنتم للأسف اتخاط بالأمة وهذا واضح أنه ثابت هذا الخطاب للأمة سلام الله تعالى عليها إذ قلهم أنتم بعد وفاة النبي مباشرة إنه وسمتم غير إبلكم وسمتم يعني خليته علامة شايف أنه هذا البدو البدو يخلون علامة على إبلهم علامة تعرف عن غيرها تعرف من غيرها علامة معروفة القضية سمة فقالت وسمتم غير إبلكم ووردتم غير شربكم واضح؟ هذا والكلم رحيب والكلم رحيب الجرح عميق والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر النبي بعدما متفون بعدما متفون وأنتم انقلبتوا على الواقع قلبتوا على الواقع والرسول لما يقبر بداراً أي استعجالاً بداراً خوف الفتنة بداراً خوف الفتنة زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافية ولذلك الزهراء صلى الله عليه وسلم واحد من أدوارها الدفاع عن هذه الإمامة اللي هي قيادة الأمة إلى الهدى إرشاد الأمة للطريق واحد من أدوارها أن تدافع عن الإمامة صلى الله عليه وسلم ولذلك وقفت موقفها ودفعت ثمن ذلك الموقف دفعت ثمن ذلك الموقف أنه سلام الله عليها تقف خلف باب دارها خلف باب دارها طبعاً بعد قبل ذلك أنه بيّنت للصحابة واحد ثلاثة أربعة أنه انحرافاتهم وأخطاءهم وبعدين سلام الله عليها لما إجوا الجماعة إجوا إلى دار فاطمة عليها السلام إلى دار علي عليه السلام يبحثون عن الشرعية قد يسأل سائل ليش إجوا يبحثون عن الشرعية ليش عن الشرعية لأنه قضية الإمامة لا تخرج من بيت علي لا تخرج من علي بن أبي طالب من بيت النبي من أهل بيت النبي الأكرم هذا معروف عند المسلمين معروف عند المسلمين فبالنتيجة من تأتي بخلافة من تأتي بخلافة خارج هذا البيت تحتاج إلى شرعية لابد أن أصحاب هذا الأمر لابد أن تلطونك شرعية فبالنتيجة قسراً جبراً لابد أن تأخذ شرعية لخلاقك وما أن تصير خليفة المسلمين وأهل بيت النبو أقرب الناس للنبي الإمام علي استغرب قال لهم بي من استدلوا الأنصار شنو قالت شنو قاله الأنصار قالوا إحنا أصحاب الإمامة لأن الوصية فينا الوصية فينا وصول الله أوصى بنا قالهم عجيب لو كانت الإمامة فيهم أو الأمر فيهم لما كانت الوصية بهم يعني إذا هم أصحاب الأمر أصحاب القيادة المفروض هم يتوسون بالأمة الرسول يوصيهم خير بالأمة مو يوصي الأمة بيهم واضح المعنى إن شاء الله قال هم المهاجرون شنو قالوا قالوا لي أمير المنو احتجوا بأنهم بأنهم شجرة رسول الله هم الأقرب من رسول الله هم أهل رسول الله هم عشيرة الأقربون إليه فتعجب أمير المنو أيضا قال عجبا والله احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة إذا هم الشجرة أنا ثمرة أنا ثمرة فبالنتيجة أيها الكرام جاءوا لأخذ الشرعية من هذا البيت المبارك من هذا البيت المقدس وإذا بالزهراء سلام الله تعالى عليها تقف حائلا تقف مدافعة عن مصير الأمة وعن مستقبلها لكن ما رعت كل هذه الحصانة التي تتمتع بها الزهراء عليها السلام كل الحصانة التي تتمتع بها الزهراء ما كانت حائل وحاجب عنهم أبدا فاطمة التي قال فيها رسول الله فاطمة بضعة مني جزء يعني قطع من عندي يؤلمني ما يؤلمها فاطمة يغضب الله لغضبها ويرضى أحاديث الكثير المعروفة المشهورة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أجركم الله وإذا بالزهراء خلف باب دارها آية 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 تمنع القوم من الدخول إلى الدار اجتمع القوم على باب فاطمة الزرايا وهددوا بإحراق الدار فقال أحدهم إن في الدار فاطمة هذه فاطمة هذه أم الحسن والحسين إن في الدار فاطمة قال وإن كان في الدار فاطمة بعد أن طال الحديث آجركم الله رجل يقال له قنف يذرك للباب بقدمه وكانت الزهراء خلف ذلك البايا فعصر اللعين بين الباب والجدار أيوة فاطمة أيوة سيدتي أهوى مظلومة قال سليم قلت يا سلمان ألدخل أيوة ولم يكست إذان فقال إي وعز الجبار وما على الزهراء من خبار لكنها لا ذات وراء الباب رعايتها يا آيال الستر والحجاب فمدرأوها يا عصر عصر كادت بنفسي أنتم تحسر عزازر مشترك بينه وبينك ويكون قادت بنفسي قالت 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 أيا فضة أسنديني أسنديني فقد وربي أسنديني 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 انكسر ضلعها ونبت المسمار في صدرها وهي حبيبة المصطفى وقرة عينه أين المنادي وفاطمة يقول صحات 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 يتيفض صدر ينعاب الله أكبر صحات يتيفض صدر ينعاب ومحسن ويعمل بعتمة الماء يجي يتفض لقتها فوق لترى وشلون حالتها لقتها يسيل من الصدر ويروغ له عاية الداء تصيح بصوت يا فضل حقيني شنجر يا سيدتي والله الحقين انكسر ضلع وقع من لي من لي جني جني يا فضل وانحذر ما يجيني غلي حضا يا هار يفض الساع بحسيا شاعر آخر يوصف حال الزهراء وهي بين الجدار والبار يوصف حال الزهراء هل أبيات المعلومة الحضرتك سامحا لكن لا تقطع القلوب ألما لمصاب فاطمة يقول باب يقول باب باب من الجذوع وذجيلة وزن أو لهوت على القاع ترجن رجيل طبقة اعلم الحزن طبق الجفن الله أكبر طبق الجفن أو قام يعصر الغريء بحالة يقول باب عصات الباب ومعظرة الباب انكسر من الظلع ونبت بسمار الصدر ما ينشليح أو طاح محسن هال ما كملت زيح أو صايا آر من دم الصدر تغزيل يقول مثل عبد الله المفضم بسهم دم يشباه دم باليم من سجام يقارن بين عبد الله الرضيع وبين المحسن مثل عبد الله المفضم بسهم دم يشباه دم باليم من سجام والرباب أم تنادي بالخيم محسني السر والطفي يقول يقول كبر عبد الله ونعرف صدر الحزين والسدب يمنع زين العابدين وين كبر المحسن وكبر موين اشعدنا اشعدنا يا غار يا جزيدي يا جزيدي يا جزيدي ونشك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا لله وإلا إلا يراجعون بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا من لا يخيم من رجاء ولا يرد من دعاء رب صل على محمد والي محمد اللهم نقسم عليك بفاطمة يا الله وهذه لياليها وذكراها نقسم عليك بفاطمة يا الله ألا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راضٍ عننا اللهم نسألك حسن العاطمة بمحمد وآل محمد اللهم هذا الجمع المبارك السامعين الحاضرين الله محفظهم فرداً فرداً اخذ حوائجهم يسر أمورهم من عليهم بعطائك وكرمك ورحمتك يا الله من أوصاني بالدعاء اللهم اخذ حوائج المحتاجين اشف مرضاهم بحق مولاتنا وسيدتنا الزهراء يا الله يا الله يا الله إلى أرواح موتاكم موت السامعين الحاضرين وبالخصوص إلى أرواح موتا مقيمي هذا المأتم العاملين عليه رحم الله من أهدى للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر